أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق تنمية الاقتصادية جاء ذلك خلال اجتماعهما وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي لبحث عدد من ملفات عمل الوزراء وكذلك المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لتطوير الشركات التابعة لها حيث شدد رئيس الوزراء على سعي الحكومة لمواصلة تنفيذ خطة لتحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام واستمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها وفي هذا الإطار أشار مدبولي إلى ضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة تماما لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها على أن يتم ذلك على طريق خطة واضحة لكل شركة قابضة مؤكدا أنه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بصفة دورية وموقف تلك الشركات أولا بأول كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لها لمتابعة الموقف ومستجداته على أرض الواقع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر